السلام عليكم ورجعت لكم مع طباع وان بيس خلونا نبدأ استكمالا لنهاية حدث دوس روزا وهم يجبون شى اللي قاعد يصير فى الدول المجاورة كنت اتوقع ان بيصير شيء قوي خاصة من المشاهد الحق الى فاتف ان احنا شفنا بارجس يتحرك فيجيتورا يتحرك سابو يتحرك وتتوقع بيصير قتال رهيب توقعين كنت ابيهم للحدث هذا الاول ان اشوف نهاية دموية جدا لكيهوت عشان تبرد حرتي فيه الثاني استكمال القتال وان الاحداث ما تركد لا استكمال القتال هالشيين ما صاروا لكن الى اصاف الحلقة هذه عندي اجمل صراحة ليه اللي سواه فيجيتورا اللي سواه فيجيتورا ما سواه غالب ما سواه سموكر ما سواه اوكيجي فيجيتورا العدالة البيضاء انا قلت فى البداية ان العدالة البيضاء فعلا انا شكيه من تصرفاته فاحس فيجيتورا الحين هو فعلا عدالة البيضاء بنسبة سبعين بالمئة وثلاثين بالمئة من عدالته غامضة يعني مش عدالة سوداء او مطلقة مثل اكاينو لا عدالة غامضة المهم اللي سواه فيجيتورا هذا شيء اسطوري صجني ما شفت الدموية اللي ابيها لكن بالحلقة هذه شفت شغلتين الشغلتين هذول كسر الدنيا بالنسبة لي دعونا نبدأ بالشغلة الاولى الشغلة الاولى سابو ويمشى من يام بارجس سابو يمشى بالمشى اللي قال عنها واثق الخطوة يمشى ملكا سابو مشى اسطورية ما شفناه يوم كان مع النبلاء يمشى بالشموخ هذا اللي مشى فيه يام بارجس هنا لا تغير الموضوع الرجل عنده قناعة الرجل عنده حرية مشى وثقه ما شفناه لما كان مصغير مع النبلاء عادة صغار يعني يسوقون فيها بزيادة انتم شفتوا كيهوتي بارجس يقاتل لاخر رامق ما استسلم نهائيا واستفز سابو والوجه الغاضب لسابو استفز سابو لما قال تبيني اقول لك اني اخر كلمات اخوك انا ما كنت ابي اسمعها انا نفسي ما كنت ابي اسمعها لان يؤدي ان ما رح يقولها الاثبات حقيقة قدمه بقولها الاستفزاز سابو ناوي نية وصخة وفعلا كان ناوي نية وصخة كان ناوي يقتل سابو عشان يأخذ فاقيهة الميرا ميرا الكثير ممكن يقولون ان بارجس ضعيف وسابو عطاه على وجهه لا سابو قوي سابو قوي بارجس ضعيف وسابو كان قوة مدمرة هزم قائد من طاقم يونيكو ما عليها غبار بغض النظر ان يونيكو بلاك بيرد ان يونيكو جديد وان بارجس يعني طاقطقة وما الي ذلك سابو هزم قائد من طاقم يونيكو كذا 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 ايوا 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 كذا 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 وانا قال لا تخبروا اخي بذلك يعني كأنه قال لان ايس استسلم كأنه قال لان ايس نزل مو بس هزمناه مو بس قبطنا عليه مو بس سلمنا لحكومة العالم الا لا خليناه يطلبنا يستجدين ان احنا ما نوصل خبر الاخوه ما كان يدري ان حياته غالية ما كان يدري ان هالشيء راح تستغل حكومة العالم الى اقصى شيء ما كان يدري ان اخوه والويت بيرد وطاقه ما كلنا راح يروحون بهالشيء كان يقول كان عنده امل فينا سابو بدون هكي بدون فكيهة شيطان مسك وجه بارجس قبضة التنين مسك بها وجه بارجس بدون هكي بدون فكيهة شيطان وكان على وشك يسحق جمجمة بارجس موقف خيالي بارجس حاول يطعن سابو وشوفنا العين النارية حق سابو شوية هكي وشوية غضب وشوية قوة مخفية طلعت في الخطوط الحمر من عين سابو وتلافى سكين بارجس وعطاه الضربة خلاص اتمنى انه قتل بارجس بس انا عرف الكاتب ما راح يخليه قتله ما يخلي شخصية تموت بها السرولة لكن انه دمر بارجس دمر بارجس تدمير خيالي طول هالوقت كان دندن موشي في جيب سابو ييرن وكان عليه علامة دراجون كنت اظن انه دراجون اللي يتصل فيه بعدين تبين لا انه كوالا هي اللي كانت تتصل فيه كنت اظن اللي موجودين من الجيش الثوي في الحدث هذا هم سابو هاك وكوالا فيه اثنين ثانين والبنت هالي الثاني اللي عليها القبعة مثيرة للرايبة صراحة مثيرة للرايبة شكلها مهو بسيط المخطط اللي قاعد ينفذه في جيتورا بيبث الاحداث اللي تصير كان يبيبثها للمناطق المجاورة لان هذا اللي يصل له حدود الدندن موشي حق مملكة درسوزا وهذا شي طبيعي كيهوتي كان عازل درسوزا عن العالم كله فاكيد ان التكنولوجيا والتقنيات اللي عندها ما توصل للعالم كلها توصل للمناطق القريبة والمهتمة باحداث درسوزا في جيتورا منع الجنود منهم يوصلون الاخبار لحكومة العالم او للتينويوبي او للبحرية لا خلاها محصول عشان ينفذ خطه الناس رايحة للملك ريكو تطالبه بالعودة وهو يوفر لانه عايش في ألم الماضي وهم يقولون انت مالك ذنب اللي صار في الماضي مو بذنبك اللي صار في الماضي ذنب كيهوتي ذنب اللي عيشنا سلام مزيف نبيه نرجع للسلام اللي انت بيه وهو يقول فلسفتي فشلت انا كنت مستسلم كنت موقف الجيش كنت راض بعد عن الحرب وهذا الشي خلانا ننهزم ما خلا عندنا قوة فهم يقولون له بالطقاق القوة بالطقاق المتاجرة اللي كانوا مسويها الكهوتي اللي جايبها لنا فلوس نرجع مزارعين نرجع مسالمين ما نهمنا الحين ما رح يكون قرارك الحين احنا مشاركينك في القرار وعرفين فلسفتك فارجع ارجع لا تشيل هم ما رح نلومك دخلت الملك ايزابيلو وقال له ان نشر الخبر لجميع الملوك وانهم فرحانين بهالشي بعودة الاسطورة الملك ريكو للحكم الاسطورة اللي خلى السلام معناه قوة الحين حتى لو يصير شي مرة ثانية زي اللي صار مع كيهوتي فيه تحارف بين الملوك فيه تحارف قوي ايزابيلو وقفته كانت شامخة من بداية الحدن كنت قاموا بمعجف ايزابيلو كنت اسمي ادتن ايزابيلو الاونانانانانانانانانانانانانانانانا بيطلع الله ان 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 بابجف بالواحد ايهتي جميلو processed honestly فاهده الشيء خلاني ما احب ايزابيلو لكن وقفت مشروح اللي ايا smartphone واقفت هيبا ضراحا رجعت حديث في ايراد انται سأل هل فعلا سؤال ا mascى ان ضربةها هو خيالية بل wakeitt other eyes لأسقاط يونيكو والله مجرد إشاعة وكذبة شيء غريب سوى في جيتورا قبل لا يخضع ويجثو نادى الملك ريكو ريكو دونو رجعوا قبل للمارين والأدميرالات التي تكلمون لما يتكلمون مع واحد ذو مكانه حتى لو أنه ملك عادي موش من التينويوبي ما يقولون لها دونو سان عوينا دونو باسمه دونو تقولها للشخص المواسي لك مرتبة والكلفة شبه طائحة بينك وبينها فالملك ريكو هل تقنعوني أن ملك دولة مواسي في المرتبة لأدميرال طبعا لا لكن هل في جيتورا كان عنده رتبة ملكية في جيش مملكة ولا هل في جيتورا نداه دونو لأنه كان مقاتل في الحلبة ويعتبر مقاتل مثله هذه كل احتمالات واردة لكن بالنسبة لي ضعيفة أنا أرى أقوى احتمال لماذا في جيتورا قال ريكو دونو لأنه مواسي له في جيتورا جاي من مملكة وواضح من اللبس أنها مملكة ساموراي وراهنكم أن في جيتورا له رتبة ملكية ملكية ما يتوصل للتينويوبي لكن نبيلة جدا وملكية شنو سرعة إلى في جيتورا الملكية زي ما قلت لكم ما أدري لكن اعتذار في جيتورا بالطريقة هذا هذه طريقة الملوك في الاعتذار فأخطأت كفر عن خطأك الطريقة النبيلة مش الملوك الطريقة النبيلة في الاعتذار أراهنكم أن في جيتورا زي ما قلت لكم راح يكون من الساموراي وراح يكون من عائلة ملكية تصرفات ملكية نبيلة لما قال في بداية الحدث حكومة العالم أو تينويوبي يشوفوا النفسهم آلهة هذه كلمة ما يقولها لشخص توري مثل الدراجون أو قوصان خارق مثل غولدي روجر أو ملك يرفض تحكم الآخرين فيه أي منهم أنت هل أنت من الجيش الثوري ومتخرفي في حكومة العالم احتمال وارد 10-20% هل أنت قوصان شاف الحقيقة ويبي الحين يوريها للعالم بطريقة أفضل من طريقتها وارد احتمالها 20-30% نبقى في 50-60% احتمال أن من عائلة نبيلة تعرف الحقيقة المرة أو تبي توصل للحقيقة المرة وأنها ضحة اضحيات خيالية جزء من المرين اللي كانوا معاه ما كانوا موافقين على اللي قاعد يصير النائب حقه كان موافق صراحة موقف أسطوري أسطوري في الحلقة الحلقة ما كان فيها قتال الحلقة ما كان فيها صدمات لكن كان بها مواقف تهز تهز شبال يا شيخ المدينة هذه اللي جنب دوس روزا واللي عليهم كانوا من الهنود الحمر الاشاديين اللي كانوا في السكايبيا من الهنود الحمر كانوا يقصدون بهم الهنود الحمر ومن حين يقصدون çık earbuds وفيهم قبيلة الماية القبيلة الماية قبيلة مشابهة للهنود الحمر لكن مش من الهنود الحمر هنا جابوه كأنه من الهنود الحمر اللي تحضره شوي لكن في شخصية تكلمت مع الدكتور محمد المطير من الكويت عنها صراحة هذا من أكثر الناس اللي يحبهم في القناة هذا من أول الناس اللي كانوا يحضرون الحفلات بس عشان يجلس معاي ويتناقش معاي وما عندها رقمي وعندها كذا إلا أنه دعمني في تويتر في انسيجرام في الواتساب في الاسناب عطاني نظرية خيالية عن شخص مشابه لهذول فسوي عنها حلقة إذا ثبتت النظرية شيء جميل جداً اللي قال له لي الدكتور محمد المطيري الأخبار اللي وصلت للناس كانت فقط تحالف لوفي ولاو وكانوا يعتقدون أن هذا الشيء هو اللي يسقط التشيبوكاي فليش الحكومة قاعدة تخضع عشان سالفهم اللي يسقط التشيبوكاي طبعاً اللي كنا نعرفها اللي يعرفها البعض وبعض ما يعرفها أن الأحداث هذه مشت في يوم واحد في درسوزا بالنسبة لأننا عشناها سنتين يعني يدخلونا غرفة الوقت حقية دراغون بول وجلدوننا يا شيخ حلقة جميلة وتعتبر قصيرة بجمال أحداث وكيف أنها تمشي لكن صراحة العادة أني بقول لك هذا آخر شيء تعرف أتكلم حين عن مشاهدات الحلقة الجاية حلها سنة مات حرقت الحلقة لمتها عنوان الحلقة يحرق الحلقة اللي مات فيها إيس مع الويت ملكة تبنعيها موت إيس والحين معلمين الحلقة الجاية شبي صيب كمان يعني بسكت عن الرسم بسكت عن التنطيط بسكت عن البهدالة اللي احنا عايش هنا بس موم تحرق لي حلقة كاملة في مشهد خلاص نعرف الحلقة الجاية بش تكلم عنا وكل الجماليات اللي بتيجي في الحلقة الجاية لم أحركز عليها ليش؟ لأني قاعد أستنى المشهد اللي انت حرقتها علي وقلي هذا نوع كذا ونوع كذا بعد نطلع لي صورة سلامات استخفيت انت قبله من المخرج الحقيق هذا في ناس يا أخي موقف المانجة في ناس موقف حتى تشوف مشاهد من الأغنية عشان تستمتع لما تسوي الحلقة يا أخي يركز في جماهيرك كله تحرق على أهل أهلي الحلقة الجاية كذا خلاص وحقها مانجة تبني أهد الأنمو حقها مانجة خلاص بي أوكي أوكي شكرا هدوني شكرا آسف 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 معيش مع العصبية آسف على العموم أتمنى أن الحلقة هذه نالت عجابك ونقول في النهاية سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استخفوك وأتوب إليك هتصال شير اللايك السبسكور شكرا